موجهات واعتقالات في الأقصى اليوم خلال صلاة الجمعة شهدت إصابة ثمانية فلسطينيين على الأقل إثر اعتداء قوات من الشرطة الإسرائيلية على المصلين عندما باب الأصباط وهو أحد أبواب المسجد الأقصى هذا فيما أفادت الشرطة الإسرائيلية بإصابة أربعة من عناصرها بجروح طفيفة أثناء الموجهات التي اندلعت هناك واتقلت القوات الإسرائيلية شابا فلسطينيا بدعوة أنه أثار شكوك عناصر الشرطة في البلدة القديمة بالقدس للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رمال مرسلنا فراس لطفي فراس لنعيد تركيب المشهد ما الذي حدث بالضبط اليوم في الأقصى إمان الذي حدث ليس له جذور وله ردة فعل هي فقط إجراءات إسرائيلية استفزت مشاعر المصلين إجراءات من الشرطة الإسرائيلية عند باب الأصباط أحد أبواب المسجد الأقصى حيث قاموا بتعطيل حركة المصلين ودخولهم لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى من خلال التدقيق في بطاقات هوياتهم ما أحدث فوضى وإرباك خلال هذه العملية جرت هناك مواجهات بين الشبان والمصلين والشرطة الإسرائيلية التي استخدمت خلال عملية تفريق المصلين الذين كانوا يهمون للدخول للمسجد الأقصى وأداء صلاة الجمعة بالطلقات المطاطية وقنابل الغازي والصوت أصيب خلالها ثمانية كما ذكرت في سياق الخبر من بينهم بإصابات بالكسور جراء قنابل الصوت ومن بين المصابين حقيقة كانت امرأة مسنة رغم هذه الإجراءات ورغم هذه الحالة من الفوضى التي ادعت الشرطة الإسرائيلية بأن أصيب عدد من عناصرها بالحجارة ووصفت إصابتهم بالطفيفة إلا أن هناك أدى صلاة الجمعة هذا اليوم خمسين ألف مصل حالة من الغضب في الأوساط الفلسطينية بيانات وردود فعل غاضبة على ما جرى من بينها وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس التي أدانت هذا العمل بشدة وقالت بأنه محاولة لضرب حرية العبادة في المسجد الأقصى ومحاولة لفرض إجراءات شرطية جديدة على أبواب المسجد الأقصى خاصة في يوم الجمعة خطيب المسجد الأقصى اعتبر ما جرى بالخطير جدا والذي يمهد لمخططات يحاول بينكفير وزير الأمن الداخلي والمسؤول عن الشرطة وأوامرها فرض إجراءات جديدة لتمهيد الظروف للتقسيم المكاني للمسجد الأقصى بكل الأحوال الأمور عادت لوضعها الطبيعي الآن هدوء يسود مدينة القدس ولكن في الأحياء خارج أسوار البلدة القديمة جرت هناك مواجهات وانقضات للشرطة الإسرائيلية على بعض المتضامنين الذين حضروا للتضامن مع حي أو سكان حي الشيخ جراح حيث قاموا بتفريقهم بالغاز المسايل للدموع وبيئة الضرب في الضفة الغربية إيمان أيضا خرجت هناك مسيرات أسبوعية منددة بالاستيطان في بيت دجن وكفر قدوم أصيب خلالها العشرات من الفلسطينيين اختناقا بالغاز واعتقل عدد آخر شكرا شكرا جزيلا لك فرس لطفي مرسلنا من رمالله